انتم تسمعوا في تسعين دقيقة معرحة بكم الكل موصلين معكم في تسعين دقيقة عبدالعزيز القطي سوفيان بن حميدة مونيا العرفاوي كانت تذكروا وقت اللي صارت عملية الهروب من سجن المرنجية للخمسة الرهيبيين قلنا أنه نحن اتفجأنا قلنا أنه كيفاش تصير عملية بسهولة هذية إلا أنه الأستاذة وفايل عليبي كانت وقالت أنه لم يكن محصد فأنت تستيقظ تونس على وقع فرار خمسة من الإرهيبيين من السجن هي بحذينة مرحبا بيك أستاذة الكاتبة العامة المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهيب أهلا وسهلا مرحبا بيك عايشة شكرا على الأستاذة يا عايشة بيانسوغ بيش نتشاركو في الحوار والنقاش حول هذا الموضوع المهم جدا علش مش من محظة صدفة أستاذة علش كان انتي ما استغربتش من الموضوع الحقيقة هو مش موقف شخصي هو موقف المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهيب هذه بالتبيعة بعد دراسة للظاهرة الإرهابية والمنظومة السجنية في تونس تنجم تكون خلاصة نجمو أحنا نأكدوها معناها باعتبار النقائص اللي موجودة في المنظومة السجنية وحاجة متوقعة بعد الاختراق اللي صاير للأعوان السجون وهذا أكيد وثابت معناها بعد الانتدابات الموجهة اللي صارت بعد 2013 والتعينات اللي صارت لكلها مربوطة بالمسار اللي متعلقة بالسلطة معناها النظام الحكم السابق معناها نظام الحكم السابق تعينات متى وهي اللي خليت اليوم أنه مثلا المركز متىكم يقول أنه أغلب السجون في تونس مخترقة من قبل ناس عندها فكر إرهابي بالطبيعة عندنا علاقات جوفية تربط عديد المؤسسات في تونس مع المنظومة السابق معناها هذي حاجة أكيدة وثابتة وأكدناها برشا أحنا قبل في دراسات قدمناها في المركز شو رأيك في الحديث هذي هل من خلال أنت زادة لدوسية اللي كنت تخدم فيهم برشا نعرف أنك خدمت على العديد من الملفات من نوعه هذي في الصحافة المكتوبة هل المعطيات المتوفرة يمكن أنها تؤدي بنا إلى استخلاص أو نتيجة حتمية هو أنه ليسار هذي كراو سيستيماتيك ما فما اختراق داخل المنظومة السجنية معناها بعبارة أخرى فما أعوان سجون هم من سهلوا فرار الإرهابيين هذوكم ومبعدي كان الأمن التونسي عود شدهم على الدولة تسايب والدولة تشد ملاخر هو ما هو ثابت أنه ثم شكون ثم ساعدهم على الفرار أن يكون هذا اختراق بمعنى أن تحطوا على نسمة بنين للفكر الجهادي أو ارتزاق معنى أن منطرف بعض الأعوان هذا تختلف أنه الأمن منظومة الأمن في تونس مخترق هذا راي معروف أنا نرشعو كان أستاذة بلكشي تتذكر تقرير 2015 مجموعة الأزمات الدولية اللي هي حكت معنتها بشكل صريح وواضح اللي راو بعد الثورة أكل خمس وعشرين ألف عون أمن تم انتدابهم وخاصة الانتدابات اللي صارت في 2012 و2013 هي فئة غالبها انتداب جوزت بش نكمل رو أحنا عدنا تقريبا منذ أشهر ثم عون أمن معنتها تشد اللي هو في خلية معنتها إرهابية عدنا عبداللهوي عبداللهوي معنتها عدنا عبداللهوي كذلك اللي هو إرهابي معروف عملية الغريبة عمل عدنا أحدث سليمين كان فيها مطورة فيها عون الأمن يعني يروا ديما هي خلن نفهمه راهي المجموعات الجهادية هذه أو المجموعات الإرهابية التكفيرية هذه راهي جزء جزء معنتها ثمها من الأدبيتها إنها تخترق الجهاز الأمني عملية سوسة فيها اختراق للجهاز الأمني معنتها حاجة من ضمن عملها إنها تخترق الجهاز الأمني وتصنع لها معنتها مريدين وأتباع داخل هذه الجهاز سواء كان مؤسسة عسكرية أو مؤسسة أمنية إحنا شفنا كيفاش دافعوا رغم أحزاب السياسية دفعت بقوة إنه يكون ثم مصلى داخل الثكنات وثم مصلى داخل السجون وثم مصلى داخل معنتها الثكنات الأمنية والعسكرية راهوا المصلى ذيكا صحيح الناس الكل معنتها مع إنها الناس مع حرية إنك تمارس عقيتك لكل مصلى ذيكا رو كانت ما زيدة إيطار بش للتعارض جزتما خنا رجعلك أستاذة أنتم عملتوا دراسة معناها مرحلية على الظاهرة هذه في مختلف السجون التنسية مونية أشارت إلى موضوع المصلى ولكن كانت تذكر زيدة في وقت من الأوقات كان هناك دعاة يجيوا للسجون التنسية ويدخلوا بش يهزوا المورال للمساجين صحيح هذا صار قبل اللي تخل معناها إمام معناها خافي صحيح للسجن وكان هذا معناها بعلم وتسهيل وترخيص من الزير العادل بالطبيع في شكل موضوع سوفيين براوي يلزم نفع محاجر أنه في فترة من الفترات رئيس الحكومة كان اسم محمد يجبالي معاه في وزير داخلية علي العريض معاه في وزارة العادل نوردين البحيري معاه في وزارة الفلاحة وعليش نقولك وزارة الفلاحة لأنه كالعملية متع تنحيد العساسة متع الغابات سي محمد بن سالم في وزارة التعليم العالي والاتصالات سي المعروفي دونك الدولة سكروها كدري هذا الوحد هذا من جهة من جهة أخرى والسؤال أنا أتسائل في الحقيقة وحنا نحكي وقبيديك على إيقافات في صفوف رجال الأعمال وكده السؤال هو اللي يعني ما عنديك ثقة الله غالب ما عنديك ثقة ومهم صحفي أنه ما يستثق حد صح خلي نبدأ واضحين توقيف رجال الأعمال بالرغم من الجوانب الإيجابية اللي فيه وكده لكن ما فماش جانب يقول أنه هذا الغاية منه أنه ينسيونا في مصيبة هروبة الخمسة إرهابيين ويقولونا آي الدولة استرجعت قوتها وقوية وتحب استرجع أموالها وتلهيو بذاك وننسيو اللي أنه توا راوفيران الخمسة إرهابيين قاعدين تقولش عليها صارت عندها عاميا ما صارتش الجمعة اللي فادت عبدالعزيز شوري هل يمكن القول أنه ثقتنا في الدولة وإلا نظرتنا للدولة اهتزت نوعا ما بعد عملية الفرار رغم أنه مدة قصيرة برشا وقع القبض عليهم بطرق أو بأخرى نعفو الصومالي كيفيش والبقية كيفيش لكن سوفيان يقولك حتى هذي اللي ساير الكل الإيقافات وأنه الدولة تسترجع الأموال والقضايا تعافوا وكل ليس إلا إن منوفر دو ديفرسيون ورانا دي من قولوا راي لديفرسيون وراي معمول بيها في كل الدول وهي آلية من الآليات سياسية بعض سوفيان يعتبرها آليات الحكم يعني يعتبر سلبية إيجابية انتهازية موجودة أنا نشوف بأنه بالعكس ما حصل في مسألة المرنقية تم تصحيحه وظهرت الدولة قوية ومتماسكة وعندك مؤسسة أمنية وعسكرية قامت بواجبها ووقفت صدا منيعا أمام العملية اللي صارت واللي هي الناس كل متفخة أنه عملية تهريب مسألة الأخرى مسألة اليقافات مش مش من اليوم الحرب على الفساد حسب ظني الجميع يعرف أنه اليوم قاعدة تصير بطريقة جدية لهي ابتزاز صحيح الدولة لربما بصدد استرجاع أموالها المنهوبة إذا كانت مش تصير مسارات قضائية لنطلبه أن يتكون مستقلة وعادلة وناجزة وفاعلة يعني اليوم الملفات اللي كانت متراكمة منذ سنوات واللي اليوم هالملفات هذه اللي تفتحت سواء على المستوى الأمني أو على مستوى محاربة الفساد هذا يراه نتيجة متاع مدة كبيرة أو عشر سنوات من العبث بمصالح الدولة وبمؤسسات الدولة واختراق لهذه المؤسسات هذا الكل للاختراق في الفساد موجود باعتبار أنه المسؤولين والوزراء والنواب وكذا كانت تتمكمك وتعقعك مع مجموعة من الناس هذية سواء من القدم اللي بقاوا تحت حمايتهم وإلا زادة كيف كيف من الجدد اللي عملوا ثروات وسواء في المجال السياسي وإلا في المجال النيابي وإلا من برة أما لكن تابعين الأحزاب وكذلك المؤسسة الأمنية اللي هي مخترقة والاختراق هذية يعرفوه الجميع سواء منها السجنية أو الأمنية أو غيرها والتبعات قادة تصير هكذا يجب تطهير هذه الإدارة هكذا يجب الأقوف الدولة يجب تكون عندها القدرة على أني تقف صداً منيعاً والطهر بالفعل الإدارة بالمعنى كيف يقول الطهر بالمعنى الإيجابي عبدالعزيز هذا الكل كلام كلام بهي مهم جداً ولكن يبقى في إطار التحليل والمعطيات المتوافرة منذ 2011 خلنرجع الأستاذة وفالعلي بيوناتيكم الكلمة أستاذة هيت نمشي أكثر في الوقاع أو الأرقام والإحصائيات في 2016 هي آخر الأرقام آخر إحصائية عندكم في المركز في 2016 تقولوا أن السجن المدني بالمرنجية يأنه تحت وطأة 1600 إرهابي بين موقفين ومحكمين والسجون ما زالت تعاني معظلة توزيع الإرهابيين عنا عدد كبير من المحكمين والموقفين الإرهاب عدد كبير وصارت تجميع في تونس الكل في سجن المرنجية هذك هو بربط الفرس كما نقوله على خاطر المجموعة الكل سوى قيادات سوى إرهابيين عناصر إرهابية شاركت في عمليات سوى مشاركة بسيطة بالإشادة على صفحات الفيسبوك أو غيره الكل هم موجودين في نفس المكان معناها هريدت التوزيع متاحهم في حد ذاته عامل مشكلة كبيرة للمؤسسة سجنية خاطر أنت ما تنجمش تخصلهم ولا تفرضهم بغرف وحدهم مقرنة بالعدد الكبير اللي موجود معناها خيره اللي هو يكون تقسيم ثلاثي بين القادة والأمراء في المجموعات الإرهابية يكون العزل متاحهم في غرف منفردة نظرا لخطورتهم بالطبيعة والمجموعة الأخرى اللي هي أي عنصر إرهابي يشارك في العملية الإرهابية يكونوا جمعين في غرف خاصة مختلطين مع مساجين قضايا الحق العاء والباقي تم توزيعهم حسب السن وحسب التكوين متاحهم أو ثقافتهم أو غيره معناه المشكل الكبير اللي هو العدد متاحهم معناه ما يخلي لكش يتمارس عليهم رقابة كبيرة معناه إذا هما اختلطوا بمساجين الحق العام النتيجة حتمية اللي ارهابيين في السجون التونسية تقريبا مجموعة تنظيم العدد الكبير مقارنة بال 1600 ما كانتش فامة النية أنه يتم عزل هؤلاء وإفرادهم بمكان مخصص لهم مع التنظيم اللي كانت تحكي علي الأستاذة والمطور المتاح مجموعة ساحل مجموعة سليمان الموجودين في قبرك عندي تعقيب على كلمه بالنسبة للسياسة السجنية قبل كيفاش كانت من 2003 من 2003 إلى 2012 تحديدا كان العزل التام للمساجين والسيطرة التامة على مساجين اللي متعلقة بهم قضايا إرهابية خطر العدد صغير برابر اللي ساير بعد 2013 تغيرت المعطيات الكل معناها أنت تجمعهم الكل في سجن واحد وتكون حتى بالشبهة متاع الإرهاق بالطبيعة باش تحير في العدد ذاك ما تنجمش تعزلهم معناها نحكيو على 1600 سجين طاقة استيعاب السجن شنية معناها وحبوا أنه يكونوا في وسط المجموعة العادية ليه ما يحيش فقط العزل العزل كان جعبات المخترين البقية يعيشوا معا عملية اللي صارت وعدم عزل الأرهيبيين اللي معناها متورطين معا المساجين الحق العام أديت إلى تكوين خلايا داخل السجن أخطر محصول مش إليك أنت توقف عبد وينظر القضاء وينجم يتحاسب ويتحكم أخطر عملية صارت في تونس أنه السجون المرنجية نحكو خاطر عنده اختصاص حصري تقريبا تحول إلى مفرخة عندها لي تفريخ إرهابيين جدود أنا خدمت عليه التحقيقة داي وبش نذكر أشهر حكاية الناس تذكريها مغني راب تفل تخلى على زطلة خرج فقنبي أمير فرقة سمحني في الحبس عملوا في الحبس صار كل شي في ظرف ثمانية شهور عملية تحويل جذري العشرات توقفوا على قضايا حق عام من بعد في سوس في سوريا عفوا من بعد في سوريا تم تجنيدا من غادي لهنا رو ثم نحنا ثم مؤسس غائبة تصرف عليها المجموعة الوطنية مش موجودة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب جزء من عمل اللجنة الذية اللي ما يخذ معنتها هي بيت دولية في إطار المشروع الدولي لمكافحة الإرهاب إنها منعص عليها حتى بعد العقيد مختار بالنصر كان معنتها خدم خدمة بعد غابت في الزحام اللجنة تقرير لجنة الرئيس الجمهورية هذي اللجنة هذية رو أحنا عدنا سجن رو أحنا بدينا بدينا حتى رهي ثم العالم حتى اعتمادات في سجن أنت عدقها لما أذكر السجنة ذي اللي هو كان الهدف منه بناء سجن بمواصفات خاصة لإعادة معنتها الاستقبال العائدين من سوريا اللي هم بش يجيبوا رم اليوم اللغضو بش يجيبوا يرموهم الكراو ويمشوا على رواحة معنى سي انتهت دورهم في سوريا والمساجين ذوما على خلفية قضايا إرهابية معنتها خاطر أنت الناس هذوما مش كتحطهم في السجن تخي يختلطوا مع سجن المساجين الحق العام ويخلق لك معنتها إرهابيون جدد معنتها يقادروا ركيزمك أنت تشتغل عليهم في العمق تشتغل عليهم نفسيين نفسيين والدربوين هو مسار كامل منذ دخوله للسجن وأنه يتوضع ما بين أبار المية ولا الميتين يا سيدي نقوله روس الكبار اليوم معزوني البقية موجودين داخل السجن في وسلم يعملوا في الانتدابات المسار هذا يشنوه اللي يكملوا يكملوا أن القضايا يتم التمطيط فيها معناها الراجل قاعد ما يحكموا عليه كان بعد سنوات وممكن لا الكذلك يجيهم لأسستانس من عند الدعاة اللي كانوا يدخلوا السلفيين ويدخلوا باش يقررهم ويقرروا المساجين لأخرين ومن غادي تبدأ عملية التفريق بعض الناس حتى العاديين هذو كم قاعدين في السجن والعاديين اللي كلمة للربطية يلتقى في سوريا يلتقى في ليبيا يلتقى في مكان أخر في علاقة في علاقة بموضوع القبض على هذوم الخمسة إرهيبيين اللي هربوا من المرنجية فما حديث على بعض التسريبات بكل تحفظ عبد العزيز هل اليوم الأمور واضحة بالنسبة للتحقيقات تكون هربهم زي زي رسمي خرجوا خرجوهم إشارات هو التسريح الرسمي الوحيد اللي عنا هربوه اللي رعه تهريب وليس هروب واللي قال الصور هذيك اللي ردوها شباك وكذلك أبار هذا ما عندناش اللي عنا المعطيات الحقيقية واللي نعرفها هو أنه الأمن قامت بالدورة متاعه وتشدوا معدى ذلك فما العديد من نقاط الاستفاهم كنا بالحق ننتظره أنه يتم توضيح المسألة هذه إلى حد الآن ما زالت لا ربما التحقيقات رايما لأني عملية كبيرة رايما هي السهلة ما هي السهلة ونقول أني أتفهم هذا الصمت إلى حين إلى حين استكمال الصورة لكلنا صمتين لو كتجي تشوف بالاخر خلينا كلنا هنا في الصمت سوفيين يلا ونختم معاك وفاة باكوش في صدره تقول أنت بالطبيعة أنا أنا نحب نقول أنه أنا قريت بتماعا الارتيك اللي بتاع الاستاذة وفاة وفاة اللي الشديد منه حسين أنه أنه ما فاماش مفاجأ في اللي صار توا إذا البحثين يقول لك رايما فاماش مفاجأ العملية ما هيش مفاجأ يخرجنا المسؤول مسؤول في إدارة السجون يقول لك ليه راياذية عملية مفاجأ واستثنائية ودرش نو كماش تحبني صدقك بشاه ربي الاستنين لا يزيل دقيقة لا يزيد 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 مش يقول لو عندكم الحق راياذية يلزمنا نسوي أوضاعنا لا يهدد في العبار رايما تكلموا قدموا بكم قضايا بشاه ربي يقدم قضايا خلينا نزيدوا نافحوكم واضح سوفيان واضح جدا حتى حد ما يقدم بنا قضايا على خطر لا الحاجة القوية كل أسماع هو عمل سيستام اللي يخلى فيه ثغرات بش خمسة إرهابيين يهربوا وانبعد يقول لك ليه ما عندكش حق تتكلم وإذا تتكلم توا قدموا بك قضايا يا سيدي قدم قضايا خلينا نزيدوا نافحوكم وفايل عليبي أستاذة بش نختم معاك اليوم أمام كل هذه الأوضاع وفرال إرهابيين وانتوما الدارسين والأكاديميين تقولوا رو مش معقول أن تتواصل الأمور بهذه الطريقة قاعدين تشوفوا من الجهة الأخرى الدولة إدارة السجون والأسلاح حال تتجاوب مع هذه الدعوات هل تتصور أنت بعد الحدثة مثلا بشي يقع مراجعة توزيع المسجين بشي يلقعوا حلول وإلا لي ما فمش إمكانيات الحقيقة هي مربوطة بالنظام القانوني والتشريعي للمؤسسة السجنية في حد ذات لازم تكون فما مراجعة بالواقع بالواقع وبالوضعية اللي موجودة فيها توا المسجين في سجن المرنجية هو مثال صار وواقع صارت هي ماشي واقع راي معزولة في العالم راه راه عنها توا المغرب مثال صارت في 2014 وروب عشرة مساجين اللي هما يعتمدون من سجن مخصص للإرهابيين اللي هو نظامهم معناها صارم جدا وفي إنهم حاطينهم في عزلة وكل معناها تكون واقعة تنجم تكون واقعة صارت أما تساؤل مزان المطروح اللي كنا نستناه في الأبحاث ونستناه في التحقيق شنو بيش يعطينا الرواية اللي بيش نسمعها من الإرهابيين والرواية اللي بيش نسمعها من الإطارات اللي تم إيقافهم معناها من بعد أحنا نقيم وكدارسين من بعد أحنا عنا المعطيات وإحنا نحلوهم مكاوف شكرا لك وفي العليبية المحامية الكتب العامة من ماركس تونسي بحطوة دراسة حول الإرهاب اللي الجزء الثاني يحطونا فيه المسلسل نتفليكس برشة راو نعملو شوية نعملو شوية جو وإحنا نقرأ مونيا العرفيوي شكرا عبدالعزي القطي شكرا سمتين برحميدة توت لك بتسعين دقيقة بون ويكند لكم لكل باي باي